الله أكبر أي فلا من صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرة منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بيتا أو هم قائلون فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا ظائمين والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينهم فأولئك هم المفرحون ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مبنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسددوا لآذما فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجنين قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرت قال أنا خير من خلقتني من ناري وخلقته من عطين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرض إنك من الساطين قال أنظمني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنطرين قال فبما أغيذني لأقعدن لهم سراطك المستقيم ثم لآتهم من بيأيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكلين قال اخرج منها ملعوما ملحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل من حيث شكما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوس لهم الشيطان ليبذي لهم ما ولي عنهما من سوءاتهما وقال ما نهكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين فدلاهما بالغرور فلما ذاق الشجرة فدلاهما سوءاتهما وطفق يخصفان عليهم من واطل جنة وناداهما ربهما ألم أنهكم عن ذلكم الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو المبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم ترفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسنين قال اهبط بعضكم بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حيل قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الوحمن الرحيم من ذلك يوم الديني إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن المنطوب عليهم ولا الظالمين يا بني أذن قد أنزلنا عليكم لباسي ولسوآتكم ولشاك ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتكرون يا بني أذن لا يفتن أنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزعوا عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا دعنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فحشة وقالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقلون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقصة وأقيموا وجهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصنا له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هلا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من ردول الله ويحسبون أنهم مرتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر سأسنع تعالى كل للسلام عليكم لأنيين قل من حرم سينة الله الذي اخرج لعباده وطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصتيا والقيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والهثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يرسل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما نتعلمون ولكل كمة أجن فإذا جاء أجنهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يتينكم رسل منكم يقص عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا يخاف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاه لنارهم فيها خالدون فمن أظلم من من افطر على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك نالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة المعنى تحتها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخرهم لأولاهم ربنا هؤلاء أطلنا فآتهم عدبا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل وفضوقوا العذاب بما كنتم تكسرون سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اغذر الصراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ضعف المطوب عليهم ولا الضالمين إن الذين كذبوا بآياتنا واستقروا عنها لا تفتحونهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الطالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة كن فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من ظل تجري من تحتهم الأنهار وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا منهتنينا لا أنهدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وماذا أصحاب الجنة أصحابنا لأن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقنا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقنا قالوا نعم فأدنا مؤدن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عواجا وهم من الآخرة كافرون وبينهما حجابا وعلى الأعراف لجان يعرفنا كلا بسمه ونادوا أصحاب الدنة أن سلام عليكم لم يدخلها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين الله سمع الله لمن حميده الله أبضل الله أبضل الله أبضل الله أبضل الله أبضل اشتركوا في القناة 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 الله سمع الله 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 اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله اشتركوا في القناة 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 الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله أكبر اشتركوا في القناة 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 الله أكبر 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 Allah الله أكبر 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 ربك مباهد عندك لئن تشفت عنا الرجل نؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرزيل أجلهم بالغوه إذا هم ينرقثون فانتقمنا منهم فأضرقناهم في اليوم بأنهم كذبوا بآيتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستنعفون مشارق الأرض ومغاربك التي بارقنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجامزنا ببني إسرائيل البحرفات ولا قومه يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى لعلنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تتهلون إن هؤلاء متبروا ما كم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله يبضيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم الله أكبر سريع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر 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 وإن الآخرة حبطت عأمالهم هل يدزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عدلا دسل له خوا ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديه وروا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاصرين ولما رجع موسى إلى قومه ضدوان صفا قال مئس ما خلفتموني من بعدي آجلتم ومر ربكم وألقى الألوان واخذ برأس أخيه يدره إليه قالوا نعم إن القوى استدعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمد بي العداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولي أخي وادخلنا في رحمتك وأمتا رحم الراحمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في ماله يوم الديني إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم وإن المغضوب عليهم والطالي إن الذين اتخذوا العدل سينالهم غدبوا من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا الصالحات ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغدب وأخذ الألواح وفي نسفتها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لمقاتنا فلما أخذتهم الرذفة قال رب لو شدت أهلكتهم من قبل وإياك أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فدنته تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فأوفر لنا ورحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه قال عذابه يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويطون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مقتبا عندهم في الطورات والإرجيل يأمرهم بالمعروف وينهابوا عن الممكن ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائذ ويضعوا عنهم إصره والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر 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 لهم ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحي ويبين فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقد تعناهم اثنة عشرة أسماتا قمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصوك الحجر فانبجست منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس ما شربهم وظللنا عليهم الومام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتوا وقولوا حلتكم ودخلوا الباب سددا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البح إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شر أو يوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نغلوهم بما كانوا يصدقون وإذ قالت أمة منهم لما تعيذون لما تعيذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أمذين الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعدام بعيس بما كانوا يفسقون فلما عطوا الماله عنه قلنا لهم كونوا قرادة مخاسين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصمهم سوء العذاب إن ربك لسريع اللقاب وإنه لغفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي إدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم وإن المغضوب عليهم والطال وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وملأناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخالف من بعدهم خلفهم ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوا ألم يأخذ عليهم ميثاب الكتاب ألا يقولوا عن الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقونا فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إن لنضيء أثر المصلحين وإذن تقن الجبل فوقهم كأنه ذلة وذنوا أنه واكع بهم فذوا ما آتيناكم بقوة وذكروا ما فيه لعلكم تتقون الله أكبر سمع الله لمن حميد الله أكبر الله أكبر الله أكبر Uнимة أكبر 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 . اشتركوا في القناة الله أحمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عين لا يصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنهام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى خدعوه بها وذل الذين يلحدون في أسماءه سيدزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون الله أكبر سيدزون ما كانوا يعملون سيدزون ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ادنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الظلي والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأولي لهم إن كلمتين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمرون يسألونك عن الساعة أيان مورساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هم ثقلك في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت تعلم الغيب لا استغثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون الله أكبر سني الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والطال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملك حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لينا تيتنا صالحا لنكون من الشاكرين فلما آتهما صالحا نجعل له شركا فيما آتهما فتعال الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإذا تدعوهم إلى الغدى لا يتبعوكم سباب عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستتيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبتشون بها أم لهم عين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاكم ثم كيدون فلا تنذرون إن ولي الله الذي نسل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الغدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفق وعمر بالعرف وعاردان الجاهلين وإن ما ينسغنك من الشيطان نصر فاستعذ بالله إنه سمعون أليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيث ثم لا يخسرون وإذا لم تأتيهم بآية القول لو لجت بيتها قل إنما أتبع ما يحلى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرا وخيفة ودون الجهر من القول بالغضوب والآصال ولا تبن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن إبادته ويسبحونه وله يسجدون الله أكبر الله أكبر الله أكبر يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وعطيوا الله ورسوله وإذا كنتم مؤمنين الله أكبر سنيع الله لمن حمده الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أجرنا من النا يا مجير يا مجير يا مجير اللهم صل على سيدنا محمد اشتركوا في القناة